الآن قطع شوارع مدينة الديوانية من قبل المحتجين الأبطال رداً على تزوير الانتخابات الباحثون عن إطار القانون تركوا الشوارع فذهبوا بإطارهم التنسقي طعناً في نتائج قالوا إنها مزورة ذلك حق يحفظه الدستور لكنه حق في إطار القانون إذن تكثر الإطارات بين مشتعلة وتنسقية وأخرى تصاعد في المشهد ذلك المشهد الذي يعيشه العراق ولم يسبق لسياسيه أن عاصروا بمثل ما جاءت انتخابات تشرين من ولادة لمستقلين وتشرينيين وصنديقة حمتها الخطط الأمنية وحقنت بها الدماء وقيدت مسلسل المخربين فيما مضى يخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح بالتزامن مع احتفال العراق بمولد سيد الكائنات الذي نشر رسالة السلام والعدالة ليكون خطاب صالح بالالتزام بالعدالة والسلام باسم القانون وتحت مظلته مرحبا بالطعون تلك التي لا تخرج العراق عن سياق مستقبله في بناء معادلة سياسية جديدة بثوب جديد ومن رحم برلمان خامس جديد في الشكل والمضمون الأجوال المرتقبة والساعات المتغيرة في بناء هرم التحالفات واتحاد الكتل الكبرى سيدة الموقف في الأيام المقبلة لتهيئة ولادة حكومة جديدة أيضاً أجواء تسير على طريق حذر وطاعطش لأن يخرج العراق من العملية الديمقراطية وينهيها باختيار حكومة يكون قادراً من خلالها أن يثبت للعالم أجمع أن العراق عاد لمكانته التاريخية في صناعة بيئته السياسية وطريق سيادته ولا دير أبداً من اعتراض يحفظ فيه العراق حق المشاركين في أهم استحقاق دستوري لكن على أن يكون الهدف الوطني هو أسمى شعار يحرك المعترضين نحو اعتراضهم وأن يكون العراق فوق كل المكاسب والكراسي والألقاب ترجمة نانسي قنقر